أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنسانية الزمن ويقود جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام